الكانت 25 يناير هي السبب في سد النهضة والاتفاء المبادئ هو السبب مصر النهاردة لم تعد مصر السنوات السبع الماضية هذا أحد البرامج الذي تستخدم فيه الأبواق الإخوانية تركية للهجوم على مصر من وراء ستار أردوغان اليوم قناة مكملين لن تكمل رسالتها المناهضة للسلطات في مصر أنا مش عارف مين بيحذر مين فرعون بيحذر من فرعون إحنا اللي شفنا مش أسيوبيا والله شفنا أرضنا ومقدستنا وهي بتتاخد مننا سينة والجولان ومزارع الشبعة وابتلعوا فلسطين ضفة غربية وهذه قناة الشرق الإخوانية منصة أخرى أشرقت فيها من تركيا وأمطر من خلالها معتز مطر مصر بوابل من الشتائم والهجوم على مدى سنوات منذ الإطاحة بنظام الإخوان ومحمد مرسي لكن يبدو أن المصالح تتصالح كما يقال وعدو الأمس صار حليف اليوم في أجازة مفتوحة عن بيتي قناة الشرق أجازة مفتوحة بالتأكيد لم أكن أتمنها بالمرة أجازة لم يجبرنا عليها كائنا من كان لا تركيا ولا قناة الشرق بطبيعة الحال لكننا نرفع الحرج عن الجميع اليوم وضعت كلمة النهاية على كل هذا الضجيج الصادر من أنقرة التي اختارت التصالح على التلاسن ومدت يد الصلح إلى القاهرة إلا أن القاهرة لا تزال تتواجس ريبة في النواية التركية وتتحسس خطواتها بحذر مطالبة بضمنات أمنية قبل المضي قدما في تسويات سياسية تركيا ومنذ سبتمبر الماضي أرسلت إشارات على مستوات عدة لإظهار حسن النواية غير أن مصر وعلى لسان وزير خارجيتها سامح شكري أكد أن بلاده تنتظر أفعالا وليس أقوالا وبناء عليه وضعت القاهرة شرطين لمواصلة التفاهم أولها وأهمها توقف المنصات الإخوانية أو إلزامها بتغيير خطابها وهذا ما كان بالفعل والثاني أن يكون الترتيب لجدول المباحثات منطلقا من الأمني إلى السياسي وهو ما يتطلب إرادة سياسية ويحقق هدفا لمصر يتمثل في استطلاع مدى قدرة تركيا على تنفيذه والتأكد من عدم وجود نية للمغامرة والمناورة كما هو معروف عنها سمح سيد العربية